بسم الله الرحمن الرحيم مصرر السلام على سينة محمد داريس وحبية اجمعين ان شاء الله في التويتر يالدات هلأتيله هنتكلم عن اليترن بالفاليدياتشن داتا اللي الموجودة جوهن. طيب ديت عبارة عن الضفايد جديد في الفايف بوين فاير. اه الفايدة منها او احسن استخدام اللي هي اه ايه بالضطف? ان دلوقتي كنا في الشغل بتاع الزمنك ونعمل ايه? نعمل ريكوست وبعدك انا نعمل على الداتا بعد كده نكاريت اه من البوست. بعد كده نعمل اكس على الطايتل والبو وبعد كده نقول له ايه? نقول له هنا. وبعد كده نبتلي نعمل وهكذا. احسن استخدام دلوقتي ان احنا نقدر نعمل وهي جاية من الكلام ده هتتمي ازاي? اول حاجة بس خلان نشوف الكلام ده هنعمله ازاي? احنا بعد كده بعد كده سلاش بوس بعد كده كنترولر او بوس كنترولر ونحط له بتاع الاوث فبالتالي هتكريت لك الكلام ده. في وقت اصبح ان دي لها بتاع الاوث نقدر راح نشتغل دي هنا هون. فما ينفعش انك تروح لبوس كنترولر غير لما تكون طيب ديت اول حاجة. بعد كده هتروح على البيتش بي. انت هتكريتها هتلاقيها موجودة هنا هوا. جوا بعد كده تكريت اه فولدر اسم بوس بعد كده هتعمل او ايا انت هتعمله. طيب وبعد كده هتاخد الداتة اللي موجودة جوا اللوجين هنا هوا. وبعد كده هتعمل لها وتحطها هنا هوا. وهتغير المسود اهم حاجة. اهم حاجة يكون. طيب وبعد كده تبتلي بقى انك تعدل في الكلام دوت. النام ما تنساش ان هو يكون هنا هو. والنام بتاع البادي كمان يكون آآ بادي. طيب وبعد كده زراجة ان احنا نكريت بعد كده نروح على البوس كنترولر هتطلع فوق. آآ ادي الكريت الفيو بتاعها هيكون فين بوس دوت كريت بالفيو. طيب نيجي بقى المكان دوت. دلوقتي انا هقول له ايه هقول له مسلا لو انت اعدت من الكلام دوت. ده طبعا آآ اللي هو بتاع آآ اللي نحنا نعمل هنيجي هنا دلوقتي نعمل وبعد كده نروح على آآ دوت كريت. بوست آآ سلاش كريت. ودلوقتي نحاول نكريت ايه حاجة. انا نقول له مسلا هلو هكذا نعمل آآ هلو نعمل كريت للبوست. هتلاقي ولا جيب يقولك بوست. طيب آآ كنا ممكن دلوقتي لانا جيت هنا وقمت قلت له. ضيء نضم بالكلام ده. خلينا ناخد ده من هنا ونحط خلينا بس طبعا نشيل السيميكونان من هنا. ونرجع نعمل آآ هتلاقي دوت ان هي رجعت لك طب هي رجعت ليه? زمان ما كانش عندنا الكلام دوت. ما كانتش بتعمل بقري. ولو تاخد بالك الاري ديت اسمها ايه? ادي الاسم بتاع الريكويست او اسم الفيلد. وادي بتاعت الريكويست اللي هو اسمه اللي احنا كنا جايبينه من بتاع الانبود. فدوقتي هي بترجع للكام ده. ما كانش بعمل الكلام دوت. وبرضو لو كنا شلنا الكلام دوت من هنا. لو كنت قلت مسلا هنا. آآ اللي هي الطريقة القديمة. ويجينا هنا دلوقتي وشلنا الكلام ده من هنا. او كنا عملناها آآ ويبعد كده هنا هنحط الريكويست. ودلوقتي خلينا نرجع هنا ونعمل هتلاقي برضو منها نفس النتيجة. فانت ممكن تشتغل بدي او تشتغل بدي. طيب آآ دلوقتي احنا معنا ادي الحاجة اللي احنا بنعمل عليها بتظهر هنا هو. يعني لو كنا شلنا البطي من هنا دلوقتي. وجينا نعمل هنا دلوقتي. هتلاقي نوعية رجع لك القطايتل بس. فالداتا اللي انت بتعمل عليها هي الداتا اللي ترجع لك على هيئة جوة الكام ده. طيب كان ده تحصل ازاي? خلينا نروح على البوست كنترولر. آآ نطلع فوق صور اللي هو احنا كنا فيه اصلا. هتلاقي نلتعمل مين للكنترولر دوت. لو رحنا على دوت هتلاقي ان هو بيعمل ايه? بيعمل لو رحنا عليه دلوقتي هتلاقي ان احنا عندنا هنا الميسو بتاعت اللي هتلاقي نشتغل بها اللي هي الميسو تدي. آآ بتعمل بتعمل بايه? بتعمل يعني انت هترجع لي بس آآ بس آآ جوا حاجات معانا. ايه يا بقى الحاجات دي? الحاجات دي هي اللي هي اللي هو اسم اللي احنا ناخدها. فبالتالي احنا دلوقتي بناخد اللي هي على هيئة تقري نعمل عليها وناخد الديات اللي جواها وبدأ كابتاني نحنا نرجع وبنرجع قدتها تكون ايه تكون يعني لو انا دلوقتي عندي آآ كذا فيلد جوه بكزا اسم يبقى دلوقتي او عندي دوت فيه كزا يبقى دلوقتي بناخد منه يعني مسلا رجال على هيئة اه مسلا عندنا مسلا وفي حاجة تانية مسلا اه او ايا كان يبقى دلوقتي هناخد واحد بس منه اللي هو يونيك وبعد كابرة الجامعة هيئة طيب بديت الفكرة فدلوقتي هي بتاخد اللي موجودة عندك في اله هنا هو في اللي انت كتبتين هو لان طبعا هم دلوقتي بيلعبوا على وطر ايه بالزبط ان الكي اللي انت بتحطه هنا هو طبعا ايه بيكون نفس الاسم اللي جاي من فطvern ما هو نفس الاسم اللي جاي من بالداتا اللي جاي من można بخلال انت دلوقتي انا كدا رجعتلك طيب انا استفدت من الكنان دوت خلينا نعمل لكاملت المتغير. ونقول دلوقتي مسلا داتا. ونقول دلوقتي دعم بالداتا ديت. نرجع تاني ونعمل هنا. هتلاقي انها نفس الداتا. طيب كنت زمان لما تيجي تعمل كنت تعمل الكنان داتا. تعمل التايتل البادي وهكذا. لا احنا دلوقتي مش عايزين نعمل الكنان ده. انا هشيلي كاملت خالص. مش عايزه خلاص. اه وهشتغل بالبوست كرييت. وهحط دلوقتي الداتا جوا. وخلاني نعمل كده. ونقوله دلوقتي الكلام ده. وخلاني نشيل ده دلوقتي مؤقتا. وبعد كده اه مش محتاجين الكلام ده من هنا نقفله خلاص مش عايزينه فهمنا الفكرة منه. ونقفله. ونشيل ده ونروح على عشان المسأل سايمنت هتحط الفلابول التايتل والبادي طيب خلاني نرجع بعدها دلوقتي. نعمل اه رفريش. طيب هتلاقي دلوقتي بقول لك ايه ان لو تاخد بالك احنا ما حطناش فعلا البادي هنا فبالتالي هو طالع لك مشكلة. اه فهنيجي هنا دلوقتي ونقوله ان هو هيكون وكمان هيكون اه المنموم تلاتة. والماكسيموم خمسمائة. طيب تعالك دلوقتي نرجع تاني نعمل هتلاقي دلوقتي نرجع لك فعلا الكلام ده. ادي الطايتل ادي البادي وادي ودي دي الحاجة اللي احنا كريتنها. فدلوقتي اصبح الموضوع بسيط جدا مش محتاجين ان احنا نعمل بالمنزر التاني ده. وكنت زمان برضو كنت بتوكي تشتغل وتقول ايه? تقول مسلا اه دا ندام خلاني نقول كده وقوله دلوقتي وقوله مسلا هاتلي الطايتل. ودعا دلوقتي كده نرجع هنا ونروح على نعمل طبعا البوست تكريت هنا خليني اشيله. وخلاني دلوقتي نرجع هنا نعمل هتلاقي ان هو قال لك ايه? هلو دير ادي الطايتل. هو دلوقتي الفكرة اللي هم بيعملوها هناك. ان هم دلوقتي بيقول لك ايه بياخد الريكوست وكنت ممكن تاخد الكامبة تعملوا الساين المتغاية وتحط الداة لاتهم. فهم سهلوا عليك الموضوع على طول وهم عملوا الحركة لات بدل من انت تعملها. طيب نفتر دلوقتي السيناريو التاني ونحنا دلوقتي عايزين نعمل انسيرت لي اليوزر اي دي. اليوزر اي دي دلوقتي انا وبعد كده اقول له هنا القيمة بتاعتا هتكون وبعد كده او ممكن نستخدم الهلبر بتاعنا وبعد كده اقول له يوزر وبعد كده هاتمنه دلوقتي ايه ال اي دي. ونجي نعمل بقى نصيرت للداتابيات دلوقتي. تعالوا نبص هنا في الداتابيز. نبص على البوست. هتلاقينا ان انا عندي اليوزر اي دي. بس انا كنت في العشاقات اللي اعمل الكامدة كنت مخلي ان اليوزر اي دي يكون ايه? يكون عشان بس ايه? نفهم الفكرة الاول. طيب خلينا دلوقتي نرجع هنا ونعمل هتلاقي ان اليوزر اي دي اصبحت كنتو كم? حداشر. لو جينا نبص دلوقتي على اللي انا بعمل اه اللي انا عمل بي هتلاقي ان هو احمد فهتلاقي دلوقتي ايه عمل لك اه الانسرت بتاعه دلوقتي رقم حداشر. طيب الناس اللي تشتغل بي اه حاجة غير الكنام دلوقتي. مش عايدة تشتغل بي الكنام دا مش هتشتغل بوست كريت. عايدة تشتغل بي الطريقة الطبيعية. هتعملها ازاي? خلي نشيل ده خالص. وهق بالمنظر ده. واقول له دلوقتي ايه ايه و mateix اين ضيم و MELT خلينا こن خلينا نرجع هنا. هنا دلوقتي ونشيل برضو البوست ذوت تيعب معنا اعتقد من كدري واحنا مسحنا مش مهم. خلينا نشيل دوقات ونعمل دلوقتي. هتلاقي نقول لك ايه? الطايتل وادي. طيب انا ممكن بعد دلوقتي ان انا اجي هنا. ونيجي هنا ونقول له دلوقتي بيساوي ونيجي هنا ونقول له الكي بالمنظر ده. وتعالنا نعمل ده نضم او بدلا ما نعمل ده نقول له دلوقتي هتكون قيمته ايه هو? طيب وبعد كده هنقول له هنا دلوقتي برضو بوست اف الوزر اي دي بيساوي ايه? بيساوي اوف وبعد كده الوزر وبعد كده الاي دي. وبعد كده بوست سيف. بالمنظر. خليه بقى دلوقتي نرجع هنا ونقول له هنا مسلا ريترن اه هابنت مسلا. او باست اي حاجة. خليه دلوقتي نعمل ريفرش. هتلاقي تقول لك ايه هابنت. تعال ان بوست هنا دلوقتي هتلاقي ان ادي فعلا التايتل وادي البادي وادي اليوزر اي دي وادي الابروفت الديفولت وزيرو. طيب كده اعتقد انت خلاص فهمت الفكرة انت ممكن تشتغلها ازاي معك الطريقتين. عايز تشتغل بي الكرييت وتشوف المس اصايمنت او لو انت عايز رجعنا بمس اصايمنت اعمل فورس كرييت او دلوقتي تشتغل بالنيو بوست وتخليها بالمنظر دوت. فاعتقد انها بقت اصبحت اسهل بكتير جدا دلوقتي. وبردو يعني خلي في الاعتبار ان اي حاجة انت بتحطها هنا هو هو اللي احنا بناخدها بس. الكي اللي انت بتحط هنا هو اللي احنا بناخده بس على هيئة الدياتا. ندرنا منها انسرت في الدياتا بيس. لو اشتغلنا بالتايتل بس يبقى هناخد التايتل بس. اشتغلنا بالتايتل بادي ناخد التايتل بادي. فا دلوقتي لو في يوزر بيحاول ان يفتح الانسيليكتي وحط اي داتا احنا مش نقبل اصلا بدات ومش هناخدها. طيب اه اعتقد اله هنا يكون انتهى التوتوريال دوت. ان شاء الله اشوفكم في التوتوريال الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.